لا نقل ولا تاجيل نفي صريح من البنك المركزي اليمني للأخبار المتداولة عن نقل مقره الرئيسي أو تاجيل الوديعة السعودية يؤكد البنك المركزي أنه يمارس دوره بكفاءة وسقلالية ويقول في بيان الله إن فكرة نقل نشاط وعمل البنك من العاصمة المؤقتة عدن إلى العاصمة الأردنية عمان غير صحيحة ويشير بيان البنك إلى أن الأخبار المتعلقة بتاجيل الوديعة السعودية أخبار ملفقة موضحا أن الإجراءات الإدارية والمصرفية جارية لاستكمال التوقيع على اتفاقية الوديعة والذي سيتم بحسب البيان خلال الأسبوع القادم بيان البنك أتى بعد أحاديث عن نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني إلى الأردن وأخبار تحدثت عن تاجيل الوديعة السعودية لليمن والبالغ قيمتها ملياري دولار بعد توجيه من الملك سلمان في منتصف يناير الماضي كان البنك المركزي قد نقل عملياته إلى عدن من صنعاء بموجب قرار جمهوري في الثامن من سبتمبر الفين وستة عشر وأدى إصرار ميليشيا الحوثي على الاحتفاظ ببنك صنعاء كبنك موازن إلى تهاوي قيمة العملة المحلية لكن عرقلة التحالف لاستقلالية البنك المالية وتعدد مصادر القرار في عدن جعل البنك وفق مراقبين يتعثر في ممارسة كامل صلاحياته ويعجز عن صرف مرتبات الموظفين بشكل منتظم تبدو الأمور معقدة بالنسبة للبنك المركزي فالأحداث غير المستقرة أمنيا وسياسيا بعدا عززت وفق دبلوماسيين قناعات لدى أوساط إقليمية ودولية بضرورة نقل إدارة عمليات البنك إلى أردن لتنفيذ خطة اقتصادية وضعتها اللجنة الرباعية ترمي لتوحيد العمل المصرفي المنقسم بين الشرعية في عدن والانقلاب في سنعار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر